الساعة دلواتي تسعة معدنا مع موجز الأهم الأنباء معلمية تفضل يا لامي شكرا لكم منا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا سريلا رامافوزا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وكذلك التشعور والتنصيق حول قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية كما بحث الاتصال مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها على الاقتصاد والغذاء والطاقة في الدول النامية والقضايا الإقليمية والملفات المطروحة على أجنتة الاتحاد الإفريقي وذلك في ضوء الدور الرائد للبلدين الشقيقين على الصعيد القاري والتنصيق أيضا المستمر بينهما في هذا الصدد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك وصرح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد متابعة استثمارات الشركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين والوقود الأخضر بمصر وأشهد رئيس السيسي خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الجانب النروجي في مجال الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر يناقش الحوار الوطني اليوم بعد قضايا المحور الاقتصادي الذي يضم ثماني لجان فرعية وتخصص جلستان من جلسات المحور الاقتصادي لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهني والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية وعلى التوازي تخصص جلستان أيضا لمنقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر بدأت عمل القمة العربية الثانية والثلاثين في جد بالمملكة العربية السعودية باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بمشاركة الوفد السوري وبحث الوزراء خلال الاجتماعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة بما في ذلك الموضوعات التي تمثل أولوية العمل التنموي العربي المشترك وبالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع وبما يعزز جهود الدولة العربية أو الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة الفين وثلاثين وكذلك المقررات العربية والدولية ذات الصلاة أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع وصلت الاعتداء على مقارات البعثات الدم الماسية بالعاصمة الخرطوم وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن قوات الدعم السريع اقتحمت مقارات السفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال وقامت بإطلاف مستندات وصرقت سيارات دبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة البعثات الدولية وأضاف الجيش أن الدعم السريع هاجم مدينة الرهد بولاية شمال كردفان وحرقوا مباني حكومية وقاموا بترويع المواطنين وخطف عدد منهم أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن حصيلت ضحايا الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين فقط بلغت 280 قتيلا وأكثر من 160 مصابا وأوضحت اللجنة التمهيدية أن أجمل عدد الضحايا منذ بدء الاشتباكات وصل إلى 822 شخصا وأكثر من 3200 مصاب مشيرة إلى وجود العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل بسبب الوضع الأمني يكتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع القادة الجمهوريين وبينهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في محاولة لتبديد خطر التخلف عن سداد الديون البالغة أكثر من 31 تريليون دولار وأكد مكارثي أن المواقف لا تزال متباعدة جدا وأن البيت الأبيض والديمقراطيين لا يريدون اتفاقا ومنذ أسابيع يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حفة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة مما في ذلك الرقود الاقتصادي صلتت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها الضوء على العديد من المقاومات السياحية والأثرية الفريدة التي يسخر بها المقصد السياحي المصري وصلت التقرير الضوء على الميزة التنفسية التي يتمتع بها المقصد المصري حيث يتمتع بالعديد من الأنماط والمنتجات السياحية حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية الفوز على منتخب عمان في الجولة الثانية ببطولة كأس العرب بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة وتصدر الفراعين جدول ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط مشاهدين انتهى مجزء التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة